ومعروف أن ترامب الذي يطمح لترشيحه من طرف الحزب الجمهوري لسباق دخول البيت الأبيض لديه مشاريع استثمارات عديدة في دول عربية وإسلامية ينضم إلينا من واشنطن سكوت ليلي الباحث في مركز التقدم الأمريكي كل عام وأنتم بخير وميلاد مجيد مسبقا سيد سكوت بداية سؤالي سيد سكوت رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقد تقريبا هل تتوقع أن ينعش الاقتصاد العالمي أم أنه يحمل مخاطر فطائيته أعتقد أنها خطوة صغيرة إلى الوراء الكل يعرف أننا سنقدم على ذلك البنك الفيدرالي كان يريد توخي الحضر في الخطوات التالية وأعتقد أن الأسواق رحبت بذلك بما حدث بالأمس ولا أعتقد أنها علامة سيئة على الإطلاق ولكن هل يمكن لقرار الاحتياط الفيدرالي أن يعيد إلى الولايات المتحدة مستثمرين توجهوا إلى الدول النشئة بحثا عن مردود مال أكبر نعم سيكون هناك تدفق لرأس المال الأجنبي وتقوية للدولار ولكن هذه زيادة صغيرة والتأثير سيكون محدودا ولكن بعيدا عن تعقيدات المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية المتخصصة سيد سكوتل يمكن تقديم شرح مبسط لحقيقة تأثير رفع الفائدة على المواطن العالمي البسيط سواء في دبي أو مراكش أو تل أبيب أو أي عاصمة عربية أعتقد أن التأثير سيكون قليلا ربما تكون هناك تدفقات لرأس المال الأجنبي إلى الولايات المتحدة نتيجة الارتفاع سعر الفائدة وسيكون من الصعب بالنسبة للأعمال الاقتراض ولكن بشكل عام التأثير سيكون قليلا وسيعوضه نمو الاقتصاد الأمريكي وزيادة معدلات العمالة في الولايات المتحدة طيب بالعودة لمواقف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب تبين تصريحات رجال أعمال عارب عن تأثير حديثه على شركاتهم أو شركتهم معه فما هي حقيقة التأثيرات السلبية المتوقعة برأيك كما قال تقريركم هو رجل غني جدا وباستطاعته تحمل الكثير من الضرر بدون أن يخسر الكثير من الوجبات الغذائية أعتقد أنه سيكون هناك ضرر كبير ليس فقط نتيجة لكراهية سياساته في العالم الإسلامي ولكن أيضا هنا في الولايات المتحدة الكثير من الأعمال غير مرتاحة بالنسبة لما قاله ونوع القيادة التي يمثلها هو في الأسبوع الماضي شركات ميسيز منعت بيع بذلات ترامب وميسيز أو محلات ميسيز كانت الرائدة في بيع هذه البذلات ولن تقوم ببيعها أعتقد أننا سنرى أشياء مشابهة من جانب شركات أمريكية أخرى فالشركات قلقة جدا ومنزعجة مما يفعله هو والشركات تريد من أمريكا أن تعمل بشكل بلاء مع دول العالم ترجمة نانسي قنقر